حمار من الشرق محمود السعدني قالت ما أعمق حكمتكم وما أعظمكم من حكماء ألغيتم الموت عندما سكنتم مع الموت أرجوك لا تصرح بهذه الأسرار لأحد غيري سأهس العالم عندما أصدر كتابي عن العصر الحميري سأحدث تحولا في العالم أخطر بكثير من التحول الذي أحدثه أنشتاين بنظريته النسبية وسأدخل التاريخ بنظرية الحميرية يتسم الأدب الصاخر بتوافر مساحة أوسعة لتوجيه النقد إلى الأوضاع داخل المجتمع وهذا ما استغله محمود السعدني في نقد واقع المجتمع العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص متخدا من زيارته لمدينة باريس مناسبة لإظهار حجم التفاوت الحضاري بين المجتمعات الشرقية التي لا تزال ترزح تحت مير الفقر والبطالة وسوء أوضاع الصحة والتعليم وبين المجتمعات الغربية التي تنعم بالديمقراطية والحرية والاهتمام بالصحة والتعليم وفي هذا الكتاب تقمص السعدني شخصية حمار قادم من المجتمع الحميري يتحدث مع سينيور من الغرب ويتخلل الحديث الكثير من التهكم والصخرية من المجتمعات الشرقية جاعلا من الرمز سبيله في تحقيق مآربه ومن الضحك وسيلة لتخفيف الألم الذي قد ينتابك من هذه المقارنة التي لا تكون في صالح مجتمعاتنا التي ما زالت تأن من سوء أوضاعها اشتركوا في القناة